الحكومة المالية تؤجل موعد إجراء الانتخابات البلدية والجهوية التي كانت مقررة في السابع عشر دجمبر إلى غاية الشهر بريل من العام الفين وثمانية عشر وتبرر ذلك بأن الوضعية الأمنية في شمال ووسط البلاد لا تسمح بإجراء الانتخابات في الوقت المحدد وكانت أزيد من خمسين بلدية في شمال مالي قد تم استذناؤها من الانتخابات المحلية التي نظمت شهر نوفمبر عام الفين وستة عشر بفعل الأوضاع الأمنية وكان مقررا تنظيم الانتخابات فيها بالتزامن مع تنظيم الانتخابات الجهوية ويذير تأخير الانتخابات إلى شهر بريل من العام الفين وثمانية عشر مخاوف من تأجيل آخر للانتخابات الرئاسية المقرر تنظيمها شهر يوليو من نفس العام فقد ألقى الوضع الأمني في شمال ووسط البلاد بظلال قاتمة على الأوضاع السياسية والاجتماعية ولا يزال بذلك يشكل أكبر تهديد يواجه الاستقرار في البلاد رغم الجهود الأممية والفرنسية والمالية حيث تنفذ من حين لآخر هجمات ضد هذه القوات كان آخرها هجوم منكا شمال شرقي البلاد الذي خلف مقتل وجرح عدد من القوات الأممية والمالية وكانت الحكومة المالية قد مددت حالة الطوارئ في البلاد نهاية شهر اكتوبر الماضي لمدة عام بفعل استمرار التحدي الأمني تحدي تسعى مجموعة دول الساحل التي يتولى الرئيس المالي إبراهيم ببكر كيتا رئاستها الدورية إلى مواجهته من خلال نشر خمسة آلاف جندي على الحدود للتصدي للإرهاب وتهريب المخدرات لكنها لا تزال تواجه تحديات مالية ولوجستية من أجل مباشرة عملها وقد أطلقت هذه القوات خلال الفترة الماضية أول عملية تجربية لها على الحدود بين مالي وبوركنافاسو والنيجر وهي العملية التي واجهت تحديات عدة على مستويات مختلفة